دارت بالسينامى العالمية ما رحت أكتر على الجو الأفلام العربي أو الأفلام المصري المستين المصريين محمود الميليجي لا لا أعملت أول مرة بقولة بالإعلام أعملت فيلم ناجل علي أنا اللي أخدت الجائزة بالقاهرة مش نور الشريف الله يرحمه وعمل مشكل وزعل وصار قصة ايه لا لأنه دوري أنا المسؤول العسكري بمخيم عين الحل وعندي مشهد عندي مشهد عم بشرب كيس عرق المفروض عشط البحر نعش بالليل عم بيحكي على التوكي ووكي ولبس التياب العسكر وعم بيحكي مع حدا عم بيقول وين فلسطين يا ناجي عم بيحكي مع ناجي فلسطين ضاعط وما تسعلي إذا قلت لك نحنا اللي ضيعناها وفرضت بالبكة هيدا المشهد كان هو الفيلم فأخد جائزة واستقبلت استقبال كان حلم يعني صعب بمصر يعطو جائزة لا حدا مش مصري بفيلم في بطل ناجي العلي اللي هو بيعني لك اي ناجي العلي بعدين فاتنا والمغامر بعدين عملت معجان شمعون الله يرحمه بس هو السؤال أنت ما كنت تتابع سينما عربية بوقتها أو سينما صلي بالسبعينات ما كنت متأثر كتير بحسان رياض ومحمود مرسي آه كنت تتابع آه كلهم كنت تبعون طبعا ناجيب الريحاني آه هدى السلطان فريد شوقي يعني كنت تحضر كل شي عربي أجنبي كنت بالسينما كل شي عندك نوع من أنواع الإدمان ما كنت كانت مملكتي لإني ابن سيحت البرج لأفلام هيدا قبل حتى ما تفوت على التلفزيون وعلى عالم التمثيل آه طبعا لا استمرت بالآخر بقيت بقيت بس كسرت أقعد ورا وهيك شي لأنه كان صار وجهك يصير معروف اي 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 بالخمسة وسبعين حضرتك مثلت فيلم مصري مع نالي ومحمود ياسين سيدة الجميلة سيدة الجميلة كيف صارت ظروفه هيدا آه هو شوشو اللي رشحنا لأنه كان شوشو فيه وبعض أعضاء الفرقة وحبات أنا كنت حب محمود ياسين كنت حضر له كل أفلامه الله يرحمه وكنت حب نالي فكان بالنسبة إلي حلم وتصور بلبنان اي طبعا وناجل عالي بلبنان اي بس بالسبعينات كانوا وقتا كتار من الفنانين المصريين يجوا يشتغلوا بلبنان بعد يعني بالفترة اللي صار فيها الحرب السبعة وستين بعدين ثلاثة وستعملت كتير أفلام بس كيف كان التعاطي يعني عن قرب يعني كيف لقيتهم للفنانين المصريين رائعين جدا رائعين جدا ما كان في هيدا التشاوك أو الغرور لا 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 أنا أبدا أبدا ولا شيء ولا أبدا لأنه كانوا بعز نجوميتهم تحديدا محمود ياسين أنا بعتذر على التعبير بهديك العمر وبهديك المرحلة لكن ساعدان اللوكيشن بمعنى يعني بمعنى ضلني أحرك وأعمل علاقات وأعمل أجواء وما كنت أهدى ما كنت أهدى نط هيدا صعبة هيدا صديبة آخر شيء لك أنا مرة عبد الحليم حافظ الله يرحمه وإجا وقعد بالحمرة بشيء اسمه سندريلا وهيك شيء اسم وهيك قتال راحت لعنده تعرفت على وحبني قالوله بمثل وكذا ورحت لعنده ثلاثة أربع مرات كنت تحب تعمل علاقات مع الفنية طبعا 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 بس ما سفرت عمصر صح بوقتها عمصر عالمهرجان بس عالمهرجان بس عبتحكي كنت حضرتك عن شوشو عبتقوله هو يرشحك للفيلم هو يشوشو بس شايفك بعتقد بمسرحية الترطور والمهرج لفت له نظره وطلبك ومثلت معه واللي رشحني واللي له أفضل علي واللي بقي يهتم فيي أربع خمس سنين يرشحني بدون ما هو يقول إنه هو وراي اسمه فارس يوكيم فارس يوكيم اللي عمل المشوار الطويل واللي ساهم بصنع مسرح شوشو فارس يوكيم حظني حظني بشكل ما بقدر أصف لك ياه يعني عملت مسرحية مرة بزحلة تقولي هو وراه إنه أخد مسرحية أنا على زحلة ومقلة كان مقتنع بموهبتك كان كثير وقف حدي ومثلت مع شوشو أخي بلدنا أه مثلت مع شوشو لعنك ما توفاه الله بيطمعه صرت جزء من مسرح وكيف كانت علقتك فيه حسن الله يرحم روحه بيكفق لك مات عمره 37 سنة وعليه مليون دولار دين للمرابين للمرابين هيدا لأي نتيجة شو نتيجة كان ينتج أفلام على حسابه وما زبط بالسينما والدين بالفايدية بس معقولي حدا متل شوشو بوقتها يضطر يروح للمرابين ولمكان فيه مثلا الناس تقدر تمول حسن ما كان يعرف انه الله عطاه دينتين وتم واحد ليسمع اكتر ما يحكي بمعنى ما بيسمعك بيشوف شفك عما يتحركوا بس اللي برأسه بده يعمله وما كان على ما يبدو بالتجارة بيعرف كيفي لعبة السورة لا ما هو كان بلنطون بنك وعلق على شامل ويروح على الإزيعة وضل ورا لعندما جيبوا علي يا مدير يا مدير صنعت من شوشو يعني ياريت فيها الكاميرات تخذني إذا أوقف أعمل حركة فيك توقف بيلحقوك الشباب مش مشكلة من شوشو هذا الكاركتر نسيت الناس هلا هذا الكاركتر اللي عمله يا شالد كيفك يا شخص اشتغلين يا قول كلمة كيفك يا شخص ارتجلها لبنين كله ما بقى يقول إلا كيفك يا شخص ارتجلها شوشو اي شوشو بالكاركتر الأولاني بتصور برأيي أنا ساهم بتداور وضع الصحي اين تطلع منه طلع منه بس فات على المسرح وعلى المسرح كان يفحش بأي معنى بالمعنى الصحي معنى إن لجسمك عليك حق اي شوشو بالكاركتر الأديم كان يبسوا لطاقة كتير يعني بقى فوق الخيال بس كان ينجح كان عامل نجاح كبير طمعا شوشو والمليون الفيلم الوحيد اللي زبط معه بالسينما أمبير نزل بس لما نجح على المسرح قد ما حبته الناس قد ما عشقته الناس كان عم يدوب عم يدوب وكان مكتبه بوش المسرح بأخي بلدنا كان يوقف على هذا وانه احنا نوقف حده نتفرج على العالم كيف وقفي بالصف مثل الحرب والفرن عالم وقفة لا يقطعوا كارت طب كل هذا ومات ما ديون مليون دولار بس شو السبب يعني من وراء انتاج الأفلام انتاج الأفلام وفي شي ما بينحكيها مش من حقي حكيه ما من حقي حكيه 200 ألف دولار يعني تاني يوم كانوا من النوع المرابي كان من النوع اللي 12 و 5 إذا ما تفعتله تريد تشرج علي كفاية يوم زيادة لا ما حبس بس حتى مع حدا بحجم شوشو باسم شوشو كان هاك فبطل ينام شوشو صارت السياعة أربعة الصباح بدو ينام أخذ التليفون ودق اطور حدين ردت مرتو قالوا قالوا معيك حسن قلت له حسن انت عارف قدي السياعة قالوا قالوا في إيه عايزوا بكلمتان ضروري قلت له ايه خليك على الخط تكمش التليفون شو باك يا حسن قالوا بكرة ما معي ولا فرانك صار انت هلأ لأنه أنا بدي ينام سكر سكر الخط شوشو نام هدك بطل ينام كان كان ظريف ظريف بس أنا عبدي أرجع لنفس الفكرة لأنه دايما بينحكى عن شوشو أنه المرابين كان بدهم منه مبلغ كبير فنان بحجم شوشو بمسرح شوشو معقولة ما كان قد ما كان حجم الدين قادر الوسط الفن الناس العلاقات تشيلوا من هيك أزمة هل قد المرابين كانوا أقوى من الفنانين حتى بوقتها لا بس بالنسبة لحسن ليس كل ما يعرف يقار هو هادي الخبرية كانت بوقتها معروفة بالوسط الفن أنه مديون اي طبعا وما جرب يطلب من حدا يساعده حسن كان بكل شي سبيشل الشخصية استثنائية اي حتى اليوم بس عم نحكي بسبعة وثلاثين سنة يعني نتصور هو كان بلانطون بالبنك لما نجح يا مدير بالشخصية اللي عدتلك البنك صار مستحي قاموا جورولو لوراقه وعملو محاسب انه مستحي انه من صار البنك مستحي علي خايف علي قاعد بحبوه شيلولو قصة بلانطون او شو سموه عملو محاسب طبعا بطل يروع عالبنك هو يعني عارف كيف شو شو يعني مثل اوفيس بوي أو شي هيك شو شو اسطورة تعرف شو بيعز علي بس اسطورة بس يعني اليوم عم نحكي بال37 يعني كان بعد قدامه عمر تيعمل وطي يعطي وطي أبدع ليس كل ما يعرف يقال اكيد لا ونحن مش بهدف في شي ما بقدر قوله بس كمان انت بمحل من المحلات برغم هايدي العلاقة ما بعرف اذا زعل ولا ما زعل بس بس أخدت محله بمسلسل كان مفروض يكون الدور لإله اللي هو مسلسل الدنيا هيك اي اللي كان اسمه حتى مكتوب الكاركتير أبو الشوش اي ما كان عندك حرج انه ممكن يزعل من ورا هيدا لا 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 ما يعرف أبدا ولا واحد بالمية لأنا حلفني أيرى شامل ومرته يقول ما معي خبر ما معي خبر اني أنا جيت محل له أنه تقول انه ما معي خبر ايه انت كان معك خبر اي اي طبعا ما فكرت في ايه ليه لأنه ما معي خبر يعني انا عمسل إنه ما معي خبر بس بينك و بين حالك ما حسيت لا 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 افكر بأبو الزوز في فرصة اجتني نسيت الناس اسم احمد الزين هو شو اللي صار بالضبط كيف اجا العرض يعني انه له قصة هدا كنا عم نحكيها كانت اه اه صار في خلافه ماديا هو عمه صار في خلافه قال له ما بدأت فعلك الا هلا قد قال له لا بدي هلا قد قال له اني حجيب صبي ساعدين بقروش و بدي اعمل منه النجم قال له عمول اللي بدك بعت وراي انا كنت اخد وقت على الحلقة يا عشر تلاف يا خمسة عشر يا عشر ليرات عشر ليرات عشر ليرات يا خمسة عشر ليرات يا ما اخدو شيو يعني بس شغلوني عرفت كيف بعت وراي فطل عنده علبة بالإزل ايه خد راحتك بس بدك تشرب شرابه وبدك حبيب هي قال لي يا صبي انا حابك كتير 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 وانت هيك هيدا المهنة بعد نمذكر كلمته ما فيها دور صغير ودور كبير فيها مسل صغير ومسل كبير انت كبير شو عم يعطوك قلنا له لتلمس صراحة وقتها ولا نفخت الان لا كزبت لانه في شي ما بياخد منه المساري زدت هاي لها انت خمسة عشر ليرات زدتن في كتير اشتغلت اشياء ببالعش بس انه شغلوني حتى زاتا يوم باحد البرامج وسامحني ما راح قول اسمه حطوني سبير يعني دولة من فقط واحد بركب محله يجيبوني يحفزوني دور هالممثل انت خليك باستوديو عم تتفرج اذا ما زبط بركب انا محله مش مره ركبت محله حدا ثلاث اربع مرات مثل جوكر كلمة حدا ما اجا تلعب انت الدور اي 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 بس كنت قبلا ما زبط كنت قبلا ايه طبعا بدك تنتشره طبعا طبعا بدك الانتشار اوكي طبعا فاجيت فقال لي طيب اذا اعطيتك انا هلأ 30 ليرة يا 30 يا 35 و 30 ليرة وعملت منك نجم امثلت ابكي انا قال لي عابت بكيب لي طول له عابت نزح معي استيز قال لي لا ما عابت نزح معك ام يوسيف اشتبيلي ابو الشوش اشتبيلي ابو الجوز ويا لطيف شو صار الدنيا هيك شو عمل بالعالم كان غنية الافتتاح حضرتك اول حدا يفوت اي اي ارقيلي يا عواجين شو بنت تقلو شو هي الجه ارقيلي يا عواجين كانت تفوت حامل السيبي اي وصفة واطلب ارقيلي شو بإمكان إلى جculة اشتبيلي اشتبير جستبيل yo اشتبيلي شو اشتبيلي رايق لهم